الفرق بيننا وبين الكاتوليك طبعا في القرون الأولى لغاية القرن الخامس الميلادي كانت كنيسة واحدة وحيدة مقدسة جامعة رسولية في الشرق والغرب كنيسة واحدة بس بتتفرع إلى كنائس محلية كل كنيسة محلية لها رئيس داري اللي هو البطرك وفي شركة بين البطاريكة دول لكن ما فيش رئيس عام لكل كنائس غير المسيح وكان هناك خمس مراكز رئيسية للمسيحية الأولى أرشليم التانية أنطاقيا التالتة اسكندرية الربع روما الخمسة الكوستنطيني دول يكونوا كنيسة الكبيرة العامة يعني جامعة عشان كده ما كان بيحصل مشكلة على المستوى العالم المسيحي كان بيجتموا في مجمع ويدرسوا القضية بروح واحدة هما كلهم كل كنيسة تبعت الوافد بتاعها استمر الوضع ده لغاية مجمع خلقودوني مجمع خلقودوني سنة خمسمية واحد واربعين حصل فيه انقسام فيه ناس يعترفوا بمجمع خلقودوني هم الكاتوليك والروم الأفتوديكس وناس لا يعترفوا بمجمع خلقودوني اللي هي الكنيستنا الإبطية والسوريان والأرمن والأحباش والإيرتريين والهنوت اللي هي الكنيسة الشقيقة ده هي موافقانة في الإيمان دول اسمهم مجموعة الكنيسة اللا خلقودوني لكن الخلقودوني هم الكاتوليك والروم الأورتوديكس ساعتها هم طردوا البابا بتاعنا بابا ديوسكوروس وعزلوه وبعتوه للمنفى وتنيح في منفى في الجزيرة اسمها غاغرة وبقى فيه نوع من المشكلة مشكلة بين الكنيسة دي وكنيستنا والكنيسة اللي هي مشتركة معنا واستمر لغاية دلوقت يعني لسه ما تصلحش الشرخ اللي حصل في خلقودوني في القرن الحداشر الروم والكاتوليك انقسموا عن بعض في سنة الف اربعة وخمسين يسمونه انشقاك الكبير وبقى الكاتوليك لوحديهم والروم لوحديهم واحنا في عائلة ثالثة اللي هي اللا خلقودوني يعني الخلقودونيين نفسهم متقسموا اثنين يبقى عائلة اللا خلقودونيين ما زلنا كتلة واحدة الخلقودونيين انقسموا على بعض الكنيسة الكاتوليكية بعد كافة قرن 16 و 17 حصل عندهم المشكلة بتاعة خروج البروتوستانت من الكاتوليك انقسموا على بعض وخرجوا الكاتوليك برئاسة مارتين لوصا ده كان راهب كاتوليكي وبعدها جون كالفين وبعدين توالت الانقسمات في العائلة بتاعة البروتوستانت دي لغاية ما بقوا الاف من الطواف اللي هم اساسهم من الكنيسة الكاتوليكية اساسهم من الكاتوليك اساسهم من الخلقودونية يعني كل المشاكل اللي حصلت في التاريخ بين المسيحيين كانت في المجموعة الخلقودونية اللا خلقودونيين احنا سبع كنايس من ساعة خروجنا من مجموعة خلقودونية لغاية دلوقتي احنا مفيش عندنا مشاكل داخلية عقيدية حتى لو وجدت مشاكل بتبقى سياسية بين بطرق وبطرق حاجة يعني لكن مفيش مخالفات عقيدية هم تاني المجموعة الخلقودونية انقسموا اتنين دول في الشارع اسمهم في الغرب اسمهم الكاتوليك الكاتوليك انقسم عنهم البروتوستانت البروتوستانت انقسموا الافة التواف صحيح فلو احنا عايزين نعرف نفسنا احنا كنيسة كبتية يعني مصرية ارتدوكسية يعني امانها مستقيم لا خلقودونية يعني معناها لا تعترف بالقرارات اللي اخذت في مجمع خلقودونية